وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في مثل هذا اليوم ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير 2012 ما فتح حينها صفحة جديدة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية التاريخ هو العشرون من يونيو عام 2012 المكان المحكمة الدستورية أما الحدث فيتمثل في إبطال المحكمة الدستورية الانتخابات التي جرت في فبراير من العام نفسه والتي جاءت بأغلبية برلمانية قوامها 35 نائبا حكم الدستورية أنذاك جاء بعد قبول الطعن المقدم من رودان الرودان وصفاء الهاشم في صحة حل مجلس 2009 ونص على إبطال عمليات الانتخاب برمتها وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها استنادا إلى بطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخابه لكن سرعان ما أعاد التاريخ نفسه عندما قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات ديسمبر عام 2012 أيضا وأيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات الصادر في أكتوبر عام 2012 إلى نظام الصوت الواحد للناخب وهي الانتخابات التي قاطعتها الأغلبية البرلمانية ما أدى إلى برلمان غلب عليه كما يرى المراقبون طابع المولاة للحكومة بشكل كامل وقد لعبت أحكام المحكمة الدستورية هذه دورا مهما في تغيير مجريات الحياة السياسية والبرلمانية في الكويت حيث بات هذا المجلس مبطلا أيضا لتجرى الانتخابات التي أتت بالمجلس الحالي وهو مجلس الصوت الواحد أيضا الصوت الذي شتت شمل الأمة سياسيا وأفقد المواطنين ثقتهم بالمؤسسات الدستورية وجعل مجلس الأمة دائرة تابعة للحكومة كما يرى الكثيرون